ما هو ردكم على اتهامات الشرطة اليوم للمتظاهرين باللجوء إلى العنف وبأنها لم تطلق الرصاص الحي مطلقا على المتظاهرين إذن من فعل ذلك؟ أهلا بك أخي الكريم وأهلا بالمشاهدين وضيفك الكريم حياك الله إنما جرى يوم أمس في مواكب 17 نوفمبر أحداث مؤسفة حقيقة حيث تم ضرب المواكب التي خرجت مبكرة منذ الثانية عشر ظهرا والحقيقة لم تترك للمواكب حتى تنتظم في الشوارع وتم ضربها في الشوارع الجانبية وقبل أن تتجمع حتى مما يؤكد أن الشرطة هي التي بدأت بتفريق المتظاهرين وبصورة عنيفة شهدنا ضرب مبرح وعنيف جدا للمتظاهرين في الشوارع العامة شهدنا كذلك استمرار القسف القسف القاز المسير للدموع في كل مكان لم تسلم منه حتى البيوت رأينا مطاردات داخل الأحياء أيضا بالرغم من أن هذه المواكب هي مواكب سلمية محددة الوجهة والشعارات ولم يشهد لشعب السوداني منذ بداية الثورة أنه مارس العنف بل كان دائما الجماهير كانت دائما تهتب بسلمية وتلتزم بها التزاما صارما الشرطة عليها أن تحدد الجهات التي أطلقت القاز المسير للدموع على المتظاهرين السلميين قبل بداية المواكب ولماذا؟ وعليها كذلك أيضا أن تحدد الجهة التي أطلقت الرصاص إذا كانت الشرطة لم تطلق الرصاص الحي عليها أن تحدد من أطلق الرصاص لأنها مسؤولة في المقام الأول عن حماية المتظاهرين ومسؤولة أيضا عن تأمين المواكب حتى نهاية هذه مسؤوليتها التنصل من المسؤولية المواجهات ما بين المتظاهرين وما بين الشرطة بدأت متأخرا بعد أن حدث ضرب وعنف من قبل الشرطة أيضا شهدت كثير من العناصر التي شاركت في فضة تظاهرات وهم يرتدون الزي المدني من أين أتى هؤلاء على الشرطة أن تحدد والشرطة قالت أنها بدأت التحقيقات وبأنها لن تمنع من محاسبة أي فرد من أفرادها إذا ثبت بأنه قام بالاعتداء على المتظاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر